اهلا بكل متابعين قناة انجليزي كل المراحل وبكل طلاب سنة اولى اعدادي مكملين مع بعض من هجنيوها اللول الصف الاول الاعدادي الترمي الاول وصلت معاكم النهاردة ان شاء الله هندرس مع بعض اول درسين لسنز وان انتو جزء الفوكابلاري ودروس الريدنج والليسنينج في يونت سيكس هنشوف مع بعض بسم الله هنشوف عنوان اليونت بتاعنا ايه عنوان اليونت هيا بنا ناكل من عنوان اليونت اليونت دي هتدور حول الطعام تعالوا نشوف كده كلمات اول درسين عندنا اول كلمة احنا الوقت اول كلمة هي اوليفز وهو الزتون مكونات اللي هي المقادير بتاعت اي وصف الطعام بنعملها انجريديانت بسكويت اللي هي البسكوت شغر سكر فريتج تلايجة رايس بودنج رز باللبن سانيمان اللي هي القرفة سوس بان طاصة المقلاء اللي بنقلي بيها اللي فيها الطعام حمص اللي هو الحمص كوكونات جوز الهند والسي بتتنطق بساوند الكي كريسبس مقرمشات السي برضو بساوند الكي تي سبون معلقة شاي ريزنز الزبيب والس هنا بتتنطق بساوند الزد خدوا بالكو القس بين اي حرفين متحركين بتتنطق حرف الزد اللي هو الزبيب اللي هو العنب المجفف نطس مكسطرات ماركت سوء ثولت ملح بيبرز فلفل سيجز تين أجين مرة أخرى مرة تانية تعالوا نشوف بقية الكلمات ريس بي وصفة اللي هي الوصفة بتاعة الأكلة معينة منتس دقايق الاس دي اس الجمع منت دقيقة ومنتس دقايق اد يضيف سلولي ببط ستير يقلب بيرفكت تان أو ممتاز والس بانطقها بساوند الكي انستركشنز تعليمات كوارتر ربع ربع الساعة أو ربع أي جزء باول سلطانية أو عاء وي اكيوبمينت معدات اكيوبمينت معدات الطهي مثلا معدات باستخدمها بريفير بيفضل واماونت كمية أو قدر معين من طعام بعد كده كلمة هاف نص الإل سايلانت مش بنطقها شير نشارك حد حاجة أو يتقاسم ready جاهز أو مستعد review مقال نقدي كوكنج طبخ السي بنطقها بساوند الكي يقرر بلايت طبق تعالوا نشوف الأفعال الغير منتظمة أول حاجة فعل يجلس الماضي منه سات داون يحضر الماضي الكلمة وعكسها كلمة حاجة شعبي محبوب غير معروف أو غير محبوب يدو بإضافة كويك سريع عكسها سلو بطيء سويت حلو عكسها سولتي مالح لذيذ الطعم خلي بالك أن بتتنطق بصوت فضيع أو سيء أو كريه تعالوا نشوف واتفقنا أن الديفنيشنز دي بتديني أكتر عن الكلمة نفسها تعريف أكتر لها الديتيل دي بتكون التفاصيل التفاصيل دي بتكون موجودة وبيطلب مني الكلمة أد معناها بت ضع شيء ما مع بعض مع مع شيء آخر فأنت بتضيف بتضيف مثلا الشجر على الباتر بتضيف السكر على الزبدة كده تضيف تمام بعد كده كلمة بسكويت أسويت سناك وقبة خفيفة حلوة مغبوزة في الفرن عادة بتكون صغيرة وفلات يعني مسطحة كده ومدورة بعد كده أصفر أو أبيض هو طعام بتكون فعلا لونها برتقوني أو أبيض أو أصفر إذا تزميد بتكون مصنوعة من اللبن هي توابل بس توابل حلوة بتستخدم في الطبخ المقرمشات اللي هي يعني البطاطس الجافة المقرمشة ليه زي الشيبسي قطع البطاطس اللي انت بتقدر تكلها كنوع من المقرمشات قب شيء ما يمكن درينك فروم انت بتقدر تشرب منه about 250 ملي متر يعني حوالي الساعة بتاعته بتكون 250 ملي متر الأشياء اللي انت بتحتاجها تدو أن تفعل الأشياء اللي انت بتحتاجها علشان تعمل نشاط بيها علشان مثلا تطبخ فانت بتحتاج معدات أواني طاهي معالق كده فج هو فكهة حلوة with a purple skin بال الاشرب بتاعتها الاسكن هنا يقصد بيها بق مش الجلد الاشرب بتاعت الفكهة دي لونها purple كده يعني على موف شوية وهي طريقة جدا من الداخل فرج أماشين آلة that keeps food بتحفظ الطعام and drink cold والشراب بارد يعني الطعام أو المشروبات بتحفظ فيها الحمص soft food هو طعام ملمس soft made from chickpeas تمام كمان ingredients مكونات something يعني شيء ما you use to make food انت بتستخدمه علشان تعمل بطعام كمان not a small dry fruit فكها جفة صغيرة with a hard shell بغلاف بقى أو بكثر ناشف شوية يعني زي مثلا البندو أو السوداني بيبقى الغلاف شوية hard صلب olive a small green or black fruit فكها لونها اسود أو أغضر بتكون صغيرة that you eat انت بتاكلها or use أو بتستخدمها to make oil علشان تعمل زيت pepper a green red or yellow vegetable خضار لونه أصفر أو أحمر أو أغضر that you cook انت بتطبخه or eat أو بتاكله ina salad في صلطة a reason هو small dry grape عنب مجفف صغير recipe الهي الوصفة instructions عبارة عن تعليمات on how to make a meal ازاي تعمل وقبة صلد صلطة cold fresh vegetables خضروات طاذجة باردة not cooked مش مطبوخة together معا ina pool في صلطة في صلطنية saucepan around counter عبارة عن counter يعني وعاء مدور يوز بيستخدم to cook sing علشان تطبخ فيه الاشياء stir move around ingredients ان انت بتحرك دائري المكونات دي sugar etc الى آخره موزة spoon بمعلقة tea spoon a small spoon معلقة صغيرة of about 5 ميلي حوالي 5 ميلي مقدرها تعالوا مشوف اول درس كده من دروس الليسنينج عندي بين نادية وبين عمر نادية بتقول let's make lunch هيا بنا نعمل الغدا I think انا اعتقد we've got all the food احنا عندنا كل الطعام يعني عندنا كل الطعام اللي نقدر بيه نعمل نجهز الغدا عمر بيرد عليها وبيقول لها there is some salad يوجد بعض الصلطة is there any hummus هل يوجد اي حمص no there is not لا لا يوجد but there are some olives لكن يوجد بعض من الزتون عمر بيرد عليها وبيقول لها there are some peppers too يوجد بعض الفلفل ايضا يمشوا كده بالقلم معي نادية بتقول له good جيد is there any cheese هل يوجد اي جبنة عمر بيرد وبيقول yes ايوة there is you got I've got it انا جبتها يعني انا عندي جبنة نادية بتقول له what about fix طب ماذا عن التين are there any figs هل يوجد ايتين عمر قال no لا there aren't any figs لا يوجد ايتين نادية قالت there are some reasons يوجد بعض الزبيب عمر رد عليها وقال لها that's good يعني هذا جيد تعالوا كده نروح لصفحة 270 ودرس الريدنج هو عبارة عن رز باللبن Egyptian rice pudding اكلة يعني نوع من الحلوة المصرية اسمها رز باللبن هنشوف رز باللبن بيعملو زين ingredients المكونات one cup of rice two cups of water three cups of milk one cup of sugar quarter of a cup of raisins ربع كوب بيت زبيب وكمان ربع كوب من النطس وربع معلقة من السلمان الانستركشنز بقى التعليمات وطريقة put the rice ضع الأرز and water والمية in a sauce pan في طاصة number two boil اغلي the rice اغلي الرز and water والمية for 20 minutes لمدة 20 دقيقة رقم سريف خطوة ثالثة بعد كده بقى add the milk slowly ضيف اللبن ببطء as you stir وبعد كده قلب بقى بعد كده add the sugar ضيف السكر وقلب مرة تانية بعد كده put the rice ضع الأرز the rice pudding ضع بقى الرز بلبن بقى الخليط اللي انت عملتوا ده فيه صلصين بعد كده put the raisins حط بقى الزبيب والسينمون والقرفة والمكسرات ونطب على الوش بعد كده put the rice pudding حط بقى الرز بلبن في التلاج يعني مقالات عن الوصفة really easy سهلة جدا this is a great recipe هذه تكون وصفة رائعة it's really easy to make انها فعلا سهلة ان تعمل there aren't a lot of ingredients لا يوجد الكثير من المكونات and it's very quick وانها سريعة جدا to cook انها تطبخ ده شخص اسمه فوزي ولا قال الكلام ده اوكي تمام but a bit pouring لكن قليلا مملة I like the rice pudding انا حبيت الرز بلبن but it isn't my favorite لكن هو مش الاكلة المفضلة ليا او الحلوة المفضلة ليا I think انا اعتقد there are you got too many reasons I don't like them وانا مش مش بحبه يعني في الوصفة دي بيقولوا ان هو حطت مقدار ربع كوبات زبيب وده كتير قوي وانا مش بحبه I prefer rice pudding انا بفضل الرز بلبن with coconut دي طبعا the flavors النكهات اللي احنا بنحطها على الرز بلبن دي كانت بنت اسمها هنا ده التعليق بتاعها بعد كده perfect هنشوف بقى بقيت برضو التعليقات اللي هي comments اللي موجودة على الوصفة دي حد بيقول ان هو ممتاز او تمام there are a lot of rice pudding recipes online يوجد الكثير من وصفات الرز بلبن على الانترنت but لكن this is هذه تكون my favorite دي بقى الوصفة المفضلة ليا it's easy to make انها سهلة انها تتعمل and there is enough rice pudding ويوجد رز بلبن كافي for the whole للكل لكل العيلة يعني for the whole family there is a lot of sugar يوجد الكثير من السكر في الوصفة but لكن i like sweet food انا بحب الاكل اللي طعمه حلو نبيلة حد تاني اسمه سالم وقايل comment وقايل فيه not like my mom's rice pudding مش مثل الرز بلبن اللي مو ما بتعمله my mom's rice pudding رز بلبن اللي مو ما بتعمله is delicious لذيذ but لكن this rice هذا this rice pudding هذا الرز بلبن isn't very good مش جيد جدا there is too much sugar يعني يوجد الكثير جدا من السكر and there aren't enough other ingredients ولا يوجد مكونات اخرى كافية تعالوا نشوف بقى كده جزء صغير كده من دروس الريدنج وهو بيقول ميسيز امل has a lot of friends ميسيز امل لديها او عندها الكثير من الاصدقاء today النهاردة she is cooking هي بتطبخ for ten people لعشر اشخاص for هنا كأنها حرف lame she has enough plants هي عندها اطباء كافية for people للناس to eat on علشان يكلوا فيها but she doesn't have enough chairs لكنها ما عندهاش كراسي كافية so لذلك her friend صديقتها brings some يعني بتحضر لها بعض من الكراسة دي now دلوقتي all the food is ready الآن كل الطعام جاهز but لكن there is fish you get سمك and rice and rice ورز for 15 people ل 15 ناس not ten مش لعشرة يعني الطعام بزيادة she has too much fish and rice هي عندها او لديها كتير جدا سمك ورز she decides she decides هي قررت to ask five more people انها تطلب او تدعو يعني خمس اشخاص اخرين زيادة يعني مور اكتر but they can't all sit down لكنهم ما كانوش قادرين لا يستطيعوا كلهم انهم يجلسوا ان احنا في قلنا نيمش عندها كراسي كافية there are too many people يوجد العديد من الناس and not enough chairs ولا يوجد كراسي كافية تعالوا نشوف بقى general notes كده على الكلمات اللي احنا قرنوها let's plus infinitive let's اصلا هي اختصار للت us let us معناها هي بنا تمام لازم بعدها يجي الفعل في المصدر لازم وهي بتستخدم للاكتروح لما اقول هيا نخرج هيا نأكل هيا نلعب let's go swimming هيا بنا نذهب للسباحة let let بقى لوحدها let من غير الابسترو في اس دي معناها يسمح تمام يعني لو قلت let us play in the garden يعني اسمح لنا ان احنا نلعب في الحذيقة خلاص طيب بعد كده what kind of بستخدمها في السؤال عما بسأل ما نوع كذا kind هنا معناها نوع عرفناها قبل كده ان هي معناها طيب او شخص عطوف بتيجي في السؤال او fake برضو بحسب بسيقول الجملة معناها نوع what أصلا ما او ماذا وkind نوع ودايما بعدها بيجي حرف الجر لو قلت what kind of food do you like ما نوع الطعام اللي انت بتحبه تعالوا بعد كده نروح ل page 272 نكمل النوت sweet معناها حلو المظاق او حلوة تمام يعني تنفع اللي اتنين تنفع تبقى اسم بمعنى حلوة وتنفع نوصف اكل ان الاكل ده حلو مش مالح يعني لو انا قلت children like eating sweets يبقى هنا الاطفال بيحبوا الحلويات حتى فيها اس الجمع عشان دي نون بتتجمع لكن الصفات ما ينفعش اجمعها ما ينفعش احط لها اس الجمع فبقول مثلا there are يوجد الكثير من sweet things الاشياء الحل الحلوة in the fridge في التلاج طيب recipe ingredients recipe هي الوصفة هي التعليمات ال steps كده الخطوات اللي بتبقى محطوطة اللي احنا نحط ايه على ايه ونقلب وكده ونضيفه بتاع ingredients دي بقى هي المكونات هي المأدير بتاعة اكلة معينة يعني انا عاد اقول مثلا الكشري هو ايه مكونات ورايس وباستا وانيينز كل دي كده هي ingredients للوصفة دي تمام انما recipe التعليمات اللي بقراها علشان اعرف اعمل الوصفة prepare معناها يفضل وبيجي بعدها دايما فعل في ing لازم يا اما اسم يعني انا هقول مثلا اي بريفير انا افضل مشاهدة التلفزيون ادي كده ده فعل في ing طب او اقول اي بريفير رايس رايس هنا اسم تمام طيب تعالوا نشوف الexpressions كده لو انا قلت بينتهي بيه هقول اند ان ان شايفين ان هاتب بحرف الب بيتتغير المعاني خالص make food for بيعد الطعام ل يعني مثلا الامة وعد الطعام للاولاد for for طيب in pulled بخط غامق ماشي in pulled كلمة مثلا مكتوبة بخط غامق on top على القمة on it's easy انه سهل to make يعني هي سهلة ان تعمل يعني سهلة التحضير for the whole family للأسرة او للعيلة بكلها فfor برضو حرف name decide to بيقرر ان يعمل حاجة وبعدها الانفينيتيف الفاعل في المصدر it's quick to cook انها سريعة للطبخ a teaspoon of cinnamon يعني معلقة صغيرة من القرفة for 20 minutes لمدة 20 دقيقة for هنا معناها حرف اللام put into pulled بيضع في اوعية تعالوا نحل ونشوف كده فهمتوا الدرس ولا ايه اول سؤال في choose a نقط is a kitchen مطبخ equipment يبقى معدت مطبخ معدت مطبخ use the food بتستخدم بقى ل keeping food لحفظ الطعام اه يبقى اكيد هي من حاجات اجهزة المطبخ وبستخدمها لحفظ الطعام اكيد الفريج التلجم number two not oil is very healthy زيت زيت ايه بقى اللي هو صحي جدا for all people لكل الناس اكيد طبعا الالف اويل اللي هو زيت الزتون رقم سري نقاط have a lot of fat and sold يعني لديها او زيت يعني الكثير من الدهون وال الموالح اكيد طبعا المكرمشات ماشي طيب يعشان كده انهلسي طبعا نروح لرقم four نقاط or dried grabs يعني عنب مجفف used four بيستخدم ليه صم sweet بعض الحلوة foods بعض الاكل الحلو like misl rice pudding يبقى ايه ال raisins تمام بعد كده رقم five there is too much يوجد الكثير جدا من ايه بقى in the tea في الشاي i can't drink it انا مش قدر اشربه يبقى اكيد بيوجد شجر تمام رقم six not is not an ingredient هو مش مكونات طب تعالوا نقراهم كده rice لا الارزة ممكن يكون مكونات في اكله not اللي هو المكسرات اه ممكن استخدمها برضو اكا ingredient هو مكون ده مفرد خلي بالكو ingredient سبعة بالاس مكونات الاستير يقلب لا مش مكون والريزن زبيب مكون فهو طبعا اكيد الاستير انه هو يقلب دفع ليش اصلا من المكونين بعد كده رقم seven بقى there is there isn't enough فلا يوجد ايه كافي to make hot chocolate اه شوكولاتة ساخنة لا يوجد ايه اكيد طبعا مش هستخدم في التي في الشوكولاتة ولا الكافي ولا الجوس فاكيد الملك علشان اعمل hot chocolate شوكولاتة باللبن رقم eight which of the following is not a cooking verb ايه اي من الافعال اي انهي يعني من التالي مش فعل في الطبخ طب تعالوا نشوف ايه افعال الطبخ دي يعني pudding pudding يعني اللي هو نعمل الحلوة طيب pull يغلي اه طب ده فعل في افعال الطبخ ما انت وانت بتطبخ بتستخدم كلمة يغلي steer يقلب اه دي ضيف كلهم افعال طهي كلهم افعال باستخدمها في الطهي في الطهي وانا بوصف وبقول وصفة معينة فبودنج مش فعل not not مش فعل طبخ رقم نين بقى put rice ضع الورز and water والمية in a before قبل cooking rice pudding قبل ما تطبخ رز بلبن تحط المي الرز والمية في ايه بقى في سوس pan في مكلام number ten it's delicious انه لذيذ to put a teaspoon ان انت تضع معلقة الشي اف يعني مقدور معلقة الشي مش تحط معلقة الشي اف ايه بقى وانذا فود ها معلقة من الايه من السينيمون يعني مقدور كده تعير بمعلقة الشي وتحط معلقة ارفة رقم 11 the way by which we cook food يعني الطريقة التي بنطبخ بيها الطعام and their ingredients و المكونات الاخرى اذ ايه بقى اسمها ايه اسمها recipe وصفة اسمها وصفة تمام بصوا كده رقم 12 my mom's rice pudding الرز باللبن الخاص بماما اللي هي ماما بتعمله ايه بقى is ايه فظيع ولا bad سيء ولا salty مالح ولا delicious الجملة التانية هتفسرلي الجملة التانية بتقوللي we like it so much احنا بنحبه كتير جدا ايه بقى اكيد ايه اكيد delicious لذيذ رقم 13 mom ماما ايه بقى the rice and water الرز والمية for 20 minutes المدة 20 دقيقة on the cooker على الكوكر يعني اللي هو جهاز الطهن انه قدر نقول البتوغاز ايه بقى ماما عملت ايه بقى المدة 20 دقيقة هي سخنة غلت boiled boiled رقم 14 after my mother cooks the rice pudding بعد ما ماما طبخت الرز باللبن she puts it ايه بقى pulls هي وضعته ايه وضعته في في يبقى هقول in ولا on into هقول into في اطباق تمام لانه بيوضع داخل الاطباق نفسها 15 ان السلطنية عبارة عن وعاء غويت 15 i prefer i prefer بصوا انا افضل افضل ايه بقى rice pudding with coconut انا افضل اكل الرز باللبن بالجسط الهند بعد prefer لازم الفعل ييك في ing فلازم هختار eating لازم هختار eating طيب تمام بعد كده رقم 60 what نقاط of food do you like most what ماذا او هقول ايه بقى what ايه اللي انت بتحبه اكتر الانصر انا بعرف الكلمة النقصة من السؤال من الاجابة الاجابة عندي بيقول ايجيبشن فود الطعام المصري يبقى ما نوع الطعام اللي انت بتحبه اكتر ونوع معناها kind نقل بالصفحة احنا كده خلصنا على فكرة كل التدريبات على جزء جرامر وجزء الريدنج يارب بتكونوا فهمتوا الفيديو واستفدتوا بيه موسيقى